السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وهذا هو جهاز OnePlus 6T استعملته لمدة أسبوع وهي معينتي الكامل جهاز 6T لا يعتبر نقلة نوعية عن اللي قبله بحيث انه 6 وال6T يعتبروا نوعا ما نفس الجيل ولكن مع تعديلات بسيطة وأغلب هاي التعديلات راح تلاحظها مباشرة من شكل الجهاز فلما تطلع على الظهر يأتي زجاجي بالكامل مثل مكان على 6 ولكن ما في موقع للبصمة من الخلف بحيث انه هذا الشيء تم نقله إلى نفس الشاشة بحيث انه البصمة الآن أصبحت موجودة من نفس شاشة الجهاز زي اللي شفناها على أجهزة مثل May 20 Pro ولكن الفرق هون في عندك بعض الخيارات اللطيفة جدا صراحة من ناحية طورة تحكم بهالموضوع فبتقدر انك تغير شكل الانيميشن اللي بيطلع لما تحط إصبعك على قارئ البصمة هذا واللي موقعه نفسه يأتي أصغر شوي أو إلى الأسفل من اللي بتلاقيه على أجهزة ثانية بحيث انه سهل شوي للوصول أول ما تمسك الجهاز مباشرة بيد واحدة ولكن حتى لو ما بدك تستعمله في عندك أيضا نفس الفكرة اللي عملوها بالسيكس اللي هي التعرف على الوجه من خلال مجموعة ما يقارب 160 نقطة بالكاميرا الأمامية دون استخدام حساسات اللي بتتعلق بالدبث أو الـ IR والأشياء هاي واللي راح يكون أقل أمانا ولكن ربنا الله من ناحية الفعالية شيء جيد جدا بحيث انه سريعة وتلتقط في أغلب الظروف بشكل لا بأس فيه وبما انه انتقلنا إلى الواجهة فأيضا أصبح في عنا بعض التغييرات فيها بحيث انه أول شي راح تلاحظوا انه الشاشة نفسها أكبر شوي من اللي كانت موجودة على السيكس بحيث انه هون بنتكلم عن شاشة أكبر بشعرة من 6.4 إنش بحيث انه طول الشاشة نفسه أيضا زاد فالتناسق الشاشة نفسه أصبح 19.5 إلى 9 بدل 19 اللي كانت عجيل السابق هذا الأمر بيرجع فيه دور مش بس لمسألة القذلة اللي أصبحت الآن أقصر بل أيضا لأنه إطارت شاشة نفسها من الأسفل صغر يعني الشاشة صارت تاخد مساحة أكبر من واجهة الجهاز واللي هي تغيير مرحب بيه بشكل كبير جدا وعلى ذكر القذلة النوتش اللي موجودة على السيكس تي اختلفت عن لها السيكس فبدل ما كانت مستطيل زي اللي بنشوفها على آيفون أو على الميت توينتي أصبحت الآن عبارة عن قطرة الماء اللي بالبداية شفناها من نفس شركة الأم لونتلس اللي هي أوبو على مجموعة من الأجهز المتوسطة بحيث انه فيه عندنا هون الكاميرا الأمامية اللي تأتي في منتصف القذلة هاي وأعلاها مباشرة في عندك سماعة المكالمات لكن السماعة نفسها موجودة أسفل الجهاز بجانب منفذ اليو اس بي تايب سي والمايكروفون بحيث انه تم إزالة منفذ الثلاثة ونصف من على هذا الجهاز بسبب وجود بطارية أكبر ومجموعة أغراض أكثر بالجهاز أمر على ما يبدو صار مسلم في هذه المرحلة عدا عن ذلك أصبح الآن في عندك خيارات أكثر من ناحية الألوان لما تيجي بدك تشتري الجهاز فاللون الأبيض الأسود الأسود الزجاجي العاكس أو المطفي بالإضافة للبيربل وحتى نسخة المكليرن اللي تنزلت حديثا لكن أنا شخصيا بصراحة زجاج كله هذا رح أغطيه دائما مثل ما بتعرفه بسكن من دي براند اللي منها بيحميلي الزجاج نفسه من الخدوش الصغيرة بالإضافة أنه بيمنحني لون وشكل أجمل ومميز أكثر رح أترك رابط في صندوق الوصف للمهتم شاشة الجهاز مثل ما ذكرت هي أكبر بشعرة من 6.4 إنش وبتناسق أطول من السابق لكنها الآن أصبحت مغطية بزجاج من نوع غوريلا غلاس 6 بدل غوريلا غلاس 5 ويفترض أنه يكون مقاوم للخدش والكسر بشكل أقوى من الجيل اللي قبله اللي كان حتى موجود على 6 لكن من ناحية نوع البنل نفسها فهي أموليد بحيث أنها بتعطيك الألوان والكمل الألوان الجميل جدا بحيث أنه إعادة توليد اللون عليها لطيفة جدا لون الأسود حقيقة بيكون داكن أو البيكسل نفسه بيكون مطفي الأمر اللي بيعطيك تباين ألوان جميل جدا في عندك الأولويز آن ديسبلي أو الشاشة اللي تكون شغالة دائما اللي بتظهر لك الساعة نسبة شحن البطارية التاريخ بالإضافة لموقع البصمة ولكن ما بتقدر تعدل إليها بشكل كبير وبتطفي بشكل تلقائي لحالها بعد فترة وأول ما تشيل الجهاز من على الطاولة أو ترفعه من جيبتك مباشرة بتفرجي كل هاي المعلومات هذا بالإضافة أنه عندك القدرة أنك تخفي النوتش من خلال نفس إعدادات الجهاز فبتقدر أنك تخلي المنطقة اللي بالأعلى كليا سودة ولكن بتحافظ على وجود الأيقونات تاعت الإشعارات وتاعت البطارية والواي فاي والرسبشن والأمور هاي كلها أنها تكون موجودة بالأعلى لكن الأمر اللي لم يختلف بشكل كبير جدا عن الجيل السابق على وهو الكاميرات فعندنا من الخلف كاميرتين اللي هم واحدة بستعش والثانية عشرين ميجا بيكسل الرئيسية منهم مثبتة بصريا واللي يستعملوا مع بعض لتحسين النتائج اللي بتطلع من الكاميرا وبشكل عام أداءها بظروف الإنارة الجيدة راح تلاقيه جيد جدا بحيث أنه يعادل توليد اللون لطيفة لـ HDR تم تحسينه بشكل كبير من خلال التحديثات اللي استقبلها الجهاز بحيث أنه بيعطيك كمية ألوان جيدة جدا وحدة وإشباع لا بأس فيه لكن لما ننتقل إلى ظروف الإنارة المخفضة شوي مع أنه وان بلس أضافوا لك مجموعة من الخيارات مثل وضعية التصوير الليلي اللي بتعمل شيء شبيه جدا باللي هواوي بتسويه بحيث أنه بتطول من وقت الإكسبوجر ولكني وجدتها مش التحسن العملاق جدا فلا يزال وضع التصوير الليلي أو التصوير بالليل بشكل عام لهذا الجهاز مشكلة ملحوظة بحيث أنه في عندك نويز في عندك غباش في عندك يعني شوية softness أو نعومة بالصور اللي بتلتقطها وهذا أمر مش بس على الخلفية بل أيضا على الأمامية اللي حتى في ظروف إنارة لا بأس فيها وجدتها تنقصها الكثير من التفاصيل والحدة وأيضا بطيئة شوي في التقاط الصور للأمر اللي بالنهاية بينتج لك صور فيهم غباش وفيهم حركة بشكل ملحوظ فالكاميرا الأمامية على هذا الجهاز هي ليست بالزبط الأقوى ولا بتعطيك أفضل نتائج ممكنة لكنها لا تزال فوق الأفرج أو فوق المتوسط بالنسبة لأجهزة الفئة المتوسطة لكن لما ننتقل للحديث عن الأداء فالجهاز لا يوجد أي شيء متوسط فيه بحيث أنه هوم نتكلم عن Snapdragon 845 اللي هو معالج ثماني النواة مع إما 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام حسب أنت شو بتختار عند الشراء اللي أنا شخصيا روحت مع 6 جيجا رام واللي ما ندمت صراحة لهذا القرار فالستة وجدتها أكثر من كافية لإستعمالي معه بشكل جدا جميل فالجهاز قادر على أنه يشغل أثقل الألعاب دون أي تنتيع أو تهنيق إطلاقا قادر على أنه يشغل الألعاب ويفتح التطبيقات بشكل سريع ويبدل ما بينهم بشكل جيد جدا ويحافظ لك على كمية ممتازة من التطبيقات اللي بتكون شغالة بالخلفية دون أي تأثير أو دون أي مشاكل فتجربة الاستخدام سالسة جدا هذا الأمر إن كان للهاردوير اللي موجود عليه أو للسوفتوير فهنا فيه إنا أكسجين أو أس وحاليا نتكلم عن النسخة التاسعة بحيث أنه هنا فيه إنا كثير من التعديلات اللطيفة والجميلة واللي تقدر تحكي إنهم كو كل المشاكل الصغيرة اللي كانت موجودة على الأجيال السابقة فلما نتكلم عن نظام التشغيل هو نفسه مبني فوق أندرويد 9 اللي هو أندرويد باي ولكن مع واجهة وان بلس اللي هي الأكسجين أو أس فعطنا فيه إناك نظام الفولدرات الجديد إمكانية التعديل على القوائم إنك تخليها بيضاء أو سوداء حسب علشان تستغل شاشة الأوليد بشكل أفضل إنك تعدل على نفس شكل الأب درور أو حتى إنك تعدل على أزرار النافجيشن اللي موجودة بالأسفل فبتقدر إنك تبدل ما بينهم أو تختصرهم أو حتى تخفيهم كليا لتعملهم يكونوا مش مبينين ولا حتى إنك تحتاج إنك ترفعهم فبتصير إنك عن طريق إشعارات أو حركات على الشاشة لما تسحب من المنتصف مباشرة الجهاز بيستوعب إنه هاي اللي هي زر الهوم إذا سحبت من على الطرف هاي زر الرجوع إلى الخلف إذا سحبت وقفت في النص هاي اللي هي الإشعارات أو آخر التطبيقات لأنت كنت فاتحها واللي صراحة لا يزال إن الطريقة المفضلة بالنسبة لي من كل المصنعين الآخرين حتى من بعض المصنعين الصينيين اللي استعملوا مسألة الرجوع إلى الخلف عن طريق الجنب بشوف هذه أفضل منهم وأفضل من حتى جوجل اللي عملوها على أجهزتهم إن كان على البيكسل أو غيرها فبشكل عام من ناحية نظام التشغيل راح تلاقي إنه هذا الجهاز خفيف جدا سهل بسيط واللي بنقلنا إلى بطارية هذا الجهاز اللي الآن أصبح 3700 بدل 3300 اللي كانت موجودة على سيكس ولكن حتى على نسخة السيكس ما كانت البطارية مشكلة فكان بيعطيني بشكل عادي جدا خمس ساعات إلى ست ساعات من وقت التشغيل الكلي وعلى سيكس تي 3700 بتعطيني مما بين الثلاث إلى أربع ساعات من وقت تشغيل الشاشة الكلي في الأيام اللي استخدامي فيها خفيف مع نصف البطارية متبقي والأيام اللي بكون استخدامي ثقيل بتوصل لست ساعات من وقت تشغيل الشاشة الكلي ولسه فيه بالبطارية فمن ناحية العمر أو كفاءة الجهاز نفسه في التعامل مع الطاقة هذا الشيء خرافي جدا لكن مع أنه الظاهر زجاجي لا يوجد ولا يزال لا يوجد عندك شحن لاسلكي يعني شيء برجع لك إنك تقدره ولكن في عندك الداس شارج أو اللي بطل اسمها الداس شارج ولكن لا تزال بقوة 20 واط من ناحية الشحن السلكي اللي بتفلل لك نصف البطارية في 25 دقيقة والجهاز بالكامل في ساعة واحدة فقط واللي هو أمر خرافي آخر شيء نتكلم عن القيمة سعر هذا الجهاز هو 550 دولار لنسخة الـ 6 جاقرام نسخة الـ 8 جاقرام 570 دولار مع جمرك للناس اللي عندهم جمرك في الأردن طلع علي تقريبا 120 دولار زيادة أي 660-670 دولار تقريبا مع الجمرك بدون جمرك إنسى الرقم هذا لكن كقيمة هل هذا الشيء بيخلي هذا الجهاز لا يزال هو ملك القيمة خلينا نحكي بين الفلاكشبس؟ مش بالضبط هذا اللقب راح لواحد ثاني راح تشتريه لأنه جهاز مميز بحيث إنه مش متوفر في كل مكان مش الكل بيعرف شو هي وام بلس أصلا لحد الآن فليس جهاز سيء بمواصفات رائعة جدا وتجربة جميلة وبنصح فيه بصدق لكن قد لا يكون خيارك الأول بحيث أنه فيه أمور أخرى تطلع عليها قبل ما تطلع هذا الجهاز ودائما شوف شو الأفضل لإلك أنت كخيارات شخصية رابط الشراء راح يكون موجود بالأسفل هذا كان كل شيء للفيديو كاما معكم صلاة حامد في أمان الله اشتركوا في القناة